فالكل بات يعرف عن مدى أهمية الطاقة الشمسية الكهروضوئية في توليد الطاقة الكهربائية وهي من أهم مصادر الطاقات البديلة لتدعم شبكتنا الكهربائية لكل القطاعات وخصصا القطاع المنزلي سيما أن بلادنا تتمتع بإشعاع شمسي جيد يصل وسطيا إلى 5 كيلوات ساعي في اليوم كيف منقدر نستثمر هالطاقة بالشكل الأمثل معلومات رح نتعرف عليها مع المهندس ماذا نشنار الخبير الاستشاري بكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بكم وصباح الخير ويسعد صباح المشاهدين يسعد صباحك عن جديد أهلا وسهلا فيك سخينا نحكي بالبداية كيف نحن فعلا نقدر نستثمر هالطاقة الأمثل خلال حياتنا اليومية أنا بدي نوه هنا للطاقة الشمسية اليوم نحن نحكي نحن عن الطاقة الكهروضوئية طبعا مخصص بس هي الطاقة الشمسية هي شقين الطاقة الشمسية في تطبيقات الحرارية وفي التطبيقات الكهربائية يعني للأحمال الكهربائية هلأ التسخين المياه ممكن يصير بالطاقة الكهروضوئية بس هيكون مكلف كبير جدا لذلك هون بتجه للتسخين بالسخانات الشمسية الحرارية يلي بتكون كفائتها هون أعلى وأوفر وأقل كلفة نعم هلأ بالنسبة للطاقة الكهروضوئية استثمار الأمثل هون في عدة أنواع يعني مثلا رح أضرب مثال هون أنه المناطق التي لا توجد فيها شبكة كهربائية ما فيها تجهيزات محولات إلى آخره فهون في عندي كلفة كبيرة جدا لجر الطاقة الكهربائية بشكل تقليدي هون بلجأ مباشرة لتغذية هذه القرى أو الضواحي بالطاقة الكهروضوئية هتكون هون مثالية وحتكون هون فعالة بشكل كبير هلأ إذا كان في عندي بالعكس تماما منطقة فيها شبكة لكنها غير مأهولة وأرض غير مستثمرة أو غير قابلة لاستثمار فهون رائعة جدا إذا أنا حطيت ألواح شمسية وضخيت في الشبكة الكهربائية هون حتكون رفيدة لأرافضة للشبكة لتوليد الشبكة الكهربائية خلينا نحكي عن مكونات هذه المنظومة بالتفصيل هلأ المكونات يمكن في عندي هلأ أنا الأخوة المشاهدين عم يشوفوا صورة هلأ لمكونات النظام الكهربائي بتألف الحقيقة بشكل رئيسي من الألواح ألواح الطاقة الشمسية وشارجر اللي هو الشاحن الشمسي وهذا فيه له طبعا مواصفات وفيه عندي الإنفيرتر يلي هو بيحول من الطاقة من الدي سي إلى الإي سي يعني من المستمر إلى المتناوب وفيه عندي أنا بقى المكون اللي إذا تبين الآن على الصورة البطاريات البطاريات هدولة بياخدوا من الشاحن مباشرة وممكن يعطوا للحمل عن طريق الإنفيرتر وفيه عندي المكون الأخير اللي هو العداد العداد الكهربائي اللي هو موصول مع الشبكة الكهربائية هلأ هوم بهذه المنظومة أنا فيه عندي الإنفيرتر أو أخذها أنا من الطاقة الشمسية ومن الشبكة الكهربائية والإنفيرتر اللي حاطه بيكون قابل للبرمجة وهو بيوجه لي الكهربائي أنه أنا إذا بدي أخذها من الشبكة أو أخذها من الطاقة الشمسية أو أخذها من البطاريات فهذا طبعا ممكن التفصيل هذا يصير في لقاءات قادمة نعم قينا كمان تعرف من حضرتك على مردود ألاقة الشمسي فشو الفرق بين الاستطاعة والتيار؟ تمام كتير جميل هذا السؤال لأنه الحقيقة بالقطاع التجاري أخوتنا التجاري اللي هنين مثلا البائعين عم يبثلوا جهود في تأمين هالمواد هاي لكن في الحقيقة فقر في معنى هالبرامترات هاي أو المصطلحات الهامة اللي بتحدد لي شو هنين لازم يجيبوا للبلد وشلون المستهلك بدو يشتري هلأ المردود اللاقت في عندي أنا يمكن المردود اللاقت هو عندي أنا من الشمس قدش عم يجيني رادياشن قدش عم يجيني كيلو واط ومن الخرج تبع اللاقت قدش عم يطلع ما عندي كهرباء هلأ أنا ممكن يجيني 100 واط من الشمس بس أنا من المستحيل أني أخذ 100 واط كهرباء فأنا بأخذ منه فرضا 15 واط أو 17 واط هلأ إذا أخذت 15 واط معنات عندي أنا المردود 15 بالمية 15 بالمية من اللي يجو من الشمس هلأ اللاقت هذا إذن المردود هلأ اللاقت في إلو استطاعة الاستطاعة العزمة طبعه ممكن تكون مثلا 100 نتيجة هذه الاستطاعة هون بتكون تابعة أيضا لأشعة الشمس فإذا الأشعة أقل هو أعظم ما يمكنني بيعطيلي 100 حسب مكتوب بالوساقة تبعه هلأ إذا الإشعة الشمسي إجا أقل بدي أنتج اللاقت أقل من 100 واط يجيز وصل إلى 90 80 70 طبعا حسب الله هلأ حنشرح نحنا بالفقراء القادمة هلأ التيار طبعا هلأ لما بيستسقط الأشعة الشمسية على اللاقت فبتولد عندي أنا فولت الفولت أو الجهد هذا مثل الضغط تماما اللي هو بيحرر الإلكترونات يعني الضغط يسلط على الإلكترونات فبيحرره فبيمروء التيار الكهربائي فأنا ممكن هون يعبر عن اللاقت باستطاعة عزمة 100 واط وعند هذه الاستطاعة العزمة ممكن أنا يتحرر عندي مثلا 8 أمبير أو 8.3 أمبير إذا عم يشتغل على 12 للحمل طيب كيف عم بيأثر التضليل أو وجودة الخلايا أيضا على أداء اللاقت سؤال مهم جدا نحن يعني دائما منركز أنه اللي بده يجيب اللاقت ويستورد لواقت يكون في عنا مواصفات يعني يستورد بناء على مواصفات وعلى data sheet جاية لهذه التجهيزات هلأ اللاقت هلأ في عندي أنا صورة عم تظهر على هذا هي مثلا ممكن يجي ظل شجرة أو مثل ما أنا شايفين هلأ بالصورة ممكن يجي ظل غيم على اللاقت هلأ بنية اللاقت وهي في ناس حتى اللي عم يجيبوا اللاقت ما بيعرفوا كل الخلايا مثلا هو مؤلف من 36 خلية أو 72 خلية 36 خلية أو 72 خلية دول بيكونوا موصولين على التسلسل يعني التيار بيكون واحد أي تظليل على أي خلية سيقطع التيار وسيؤدي إلى خروج اللاقت عن الخدمة لذلك هلأ بدنا نقول شو الحل هلأ هنشوف الحل بالهدا بالسؤال اللي بعده هلأ هنشوف نحن الصورة اللي بعدها كيف بنية اللاقت عم تكون وكيف هلنحكي كمان عن نصائح للمستهلك لاختيار اللاقت المناسب وعدم الوقوع ممكن بهي الأخطاء اللي كنا عم نحكي عنه هلأ اللاقت المناسب هو دائما أن نضع متطلباتنا والمواصفات اللي نحنا بدنا إياها هلأ طبعا في عندي أنا أنواع لللواقت لواقت بنسميه نحنا المونو كريستالين وعندي البولي كريستالين المونو كريستالين هو اللي بيجي مردوده تقريبا أعلى هلأ لما بقول أنا مردود أعلى هذا يعني بأنه اللاقت بمساحة أقل بيعطي استطاعة لما بقول مردود أقل معناته هذا بدي أخد مساحة أكبر ليعطي الاستطاعة المطلوبة هون أنا بوازن إذا كان عندي أنا مثلا السطح اللي عم بدي ركب عليه بمنطقة كلفتة عالية يعني كل متر مثل ما بيقولوا حقه مصاري وكلفته فأنا هون بركب الألواح ذات المردود الأعلى بيدفع كلفة أكبر لأنه عم تحتل مساحة كلفتة عالية أما إذا كنت عم بحكي أنا عن مناطق مثلا مفتوحة فري فهون بهالحالة بنتقل بالعكس حتى بنتقل تقنية تانية اسمها الثاني فيلم اللي هي مردودة بالعشرة بالمية أو ثمانية بالمية وبحط فيها مساحات بمساحات متوفرة طيب هل يعمل اللاقة الكهري وضوئي بكل قيم الإشعاع الشمسي بنفس المستوى؟ هلأ هذا سؤال مهم جدا هلأ أنا ما بدي يجيب اللاقة اللاقة لا يعمل بكل القيم يعني لما بيكون أنا عندي اللاقة عندي الإشعاع الشمسي فرضا عند الألف واط على المتر مربع بيعطيني ممكن الاستطاعة العزمة تبعه لكن لما بيكون الأقل ثمانمية أو ستمية بدي يعطيني أقل هلأ السؤال المهم جدا هلأ اللي بنا نسأله دائما متى يستيقظ اللاقة يعني لما بتبلش أشعة الشمس عند الشروق تماما هل يعطي اللاقة استطاعة؟ لا ما بيعطي يعني مثلا بيكون أول شي خلي نقول خمسة عشرين واط أو خمسين واط بيكون خارج الخدمة مية واط مية وخمسين واط خارج هلأ في شركات بتقلك أنا عند الميتين واط يستيقظ اللاقة ويبدأ بإنتاج الطاقة في شركات بيجوز عند الميتين وخمسين أو ثلاثمية هذا أكوردينج للتست اللي صير عليه والشهادة اللي هو أخدها فلذلك أنا هون بنتقي اللاقة يلي بياخد عند أقل إشعاع شمسي بيأنتج طاقة نعم أكيد أستاذ مازن بدنا نشكر وجودك معنا لليوم ونشكر كل المعلومات اللي قدمت لنا شكرا لإنسان شكرا لكم وأهلا بكم